طيب أخونا الشاب اللطيف أو ابننا الشاب اللطيف قال أنا رجل بشتغل في مضمخ ولكن المكان اللي أنا بشتغل فيه فيه مكان يعني تابع ليه مكان بيقدم فيه الخمول هل أنا علي حاجة؟ لا طبعا حضرتك كل إنسان يتحمل وزر نفسه لا تزر وزرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى إذا كان هذا الإنسان بيعمل في مكان بس هو لا يساهم في تقديم خنزير وده محرم في الشرع الإسلامية ولا حمل أو تقديم أو صناعة خمور بطبيعة الحلوة لا شأن له بالأقسام الأخرى وإن شاء الله كذبه حلال ويظل له في مكان بعيد عن الخنزير أو التقديم وبعيد عن الخمور من جهة التقديم ربنا يا ربي يرزق طيب سر رقم سبعة أنا أول ما اسمعت وقلت أكيد السر دا حكمة إلهية يعني يعني نقول له ايه؟ بلا شك يعني بعض الناس بيقولوا مثلا أن السماوات سبعة والأرض سبعة والسبعة المساني والطواف سبعة يعني أنا أريد من الناس صريح أن في ناس عندها شغف بلغة الأرقام لكن هي الأضية قد تكون أمر قدري من الله عز وجل لكن احنا نعتني بأن الأسرار يعلمها الله عز وجل وينبغي أننا إذا أردنا أن ندعو إلى ديننا ندعو إلى ديننا بالرقائق وتلاوة القرآن يعني إما كان يأتي أي إنسان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام كان يقرأ عليه القرآن الكريم ده اللي احنا نتعلق به إنما هنقعد بقى نقول أصلي للعدد الفلاني والعدد التسعتاشر ومش عارف العدد كام والعدد كام هي في ناس أنا لا أنكر بتستويها هذه الأمور بس خلينا يعني نبقى بنركز على الأصول بتاعتنا وفقه الأولويات طبعا طبعا طيب في شاب آخر قال أنا ساعات أبقى بخت وخطوة ما وبعد ما أبقى محضر نفسي ومستعد ومتحمس ألاقي نفسي أخد خطوة وروح راجع هو أنا كده محسود ولو أنا محسود أعرف إزاي واللي أعمل إيه خلينا في آخر عبارة يعمل إيه في صيح البخاري ومسلم إذا الإنسان شغل في أمر معين ولا يدر هل هو فيه خير أو شر فليسل صلاة الاستخار الله ينور عليك لله عز وجل يسل ركعتين في يعني بعد الفريضة مثلا ثم يدعو الله عز وجل بعدما ينتهي من الركعتين اللهم إني أستخدرك بخدرتك وأستخدرك بعلمك فإنك تخدر ولا أخدر وتعلم ولا أعلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله فيسره ليه إلا فاصرفه عني ويسميه ويداوم عليه والله إن كان أمر ربنا يسره له وقضياء بعض الناس يفهم الاستخارة خطأ إنه يشوف في المنام لا فيه ناس تقول كده لك تشوف بحر تشوف السماء الزرق لا 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 كلام من داعه هو الأمر إن كان فيه خيرا يعلمه الله هي ربنا هيصره عمله وإن كان أمر شر سيصرف عنه دي الاستخارة مع الله والأمر الثاني بقى مشاورة الصالحين الأمناء يبقى فيه الله يبقى دي صارة استخارة غير الله يبقى مشاورة الصالح وإحنا عدنا الحمد لله صورة كاملة اسمها سورة الشورى وأمرهم شورى بينهم صدق الله العظيم طيب ترجمة نانسي قنقر